أهم الفلسفات وعلاقتها بالمنهج المدرسي واحد الفلسفة التقليدية ترتكز هذه الفلسفة على مسلمة مؤدها أن إلمام الفرض بتراثه الثقافي وما فيه من معارف وحقائق واقعية هو خير قائد له في تصرفاته المستقبلية والمنهج الدراسي ينبغي أن يهدف إلى مساعدة الأطفال كي يكونوا كباراً أسوياء عن طريق الحكمة والمعرفة والمعلومات التي خلفتها الأجيال السابقة لهؤلاء الأطفال في ضو هذه الفلسفة تصبح غاية التربية هي نقل التراث الثقافي للأجيال والمحافظة عليه أما بالنسبة للمنهج المدرسي فنجده يهتم هنا بالجانب المعرفي أي أصبح مرادفاً للمعرفة كما أنه ينظم مقدماً في ضوء الأساسيات العلمية والثقافية المتصلة بتقاليد المجتمع ثم يفرط هذا المنهج على المتعلمين دون مراعاة لخصائصهم أما المعلم أيضاً نجده في ضوء هذه الفلسفة فهو محور الارتكاز لتنفيذ وشرح هذا المنهج والذي يتمثل في مجموعة المواد الدراسية التقليدية التي أعدها الكبار في المجتمع لهؤلاء الأطفال المتعلمين ومن ثم نستطيع أن نقول أن وظيفة المنهج المدرسي أصبحت في ضوء هذه الفلسفة التقليدية هي عملية نقل التراث والمحافظة عليه أيضاً لاهتمام بالجانب المعرفي للمتعلم وإهمال الجوانب الأخرى الفلسفة التقدمية تضمنت هذه الفلسفة مدارس تربوية متعددة تحت إطار التربية التقدمية منها التربية تدور حول المتعلم التربية تدور حول مشكلات المجتمع الموازنة بين احتياجات الفرض واحتياجات المجتمع وتتفق هذه المدارس التربوية في هذه الفلسفة التقدمية على أنه لا ضرورة لوضع مناهج دراسية مسبقا حيث ترى أن المناهج الدراسية تنشأ وتنمو وتتطور في ضوء ميور الأفراد واحتياجاتهم أما بالنسبة لعمل المعلمين في ضوء هذه الفلسفة فهو مساعدة الأطفال المتعلمين على اكتساب الخبرات كما أن عمل المعلمين لا ينحصر في تلقين المعرفة كما هو الحال في الفلسفة التقليدية وإنما هو مساعدتهم على اكتساب الخبرات وهذا يتطلب أن يكون المتعلم إيجابيا يسعى بنفسه إلى الحصول على المعرفة وذلك في ضوء منهج يراعي ميوله وحاجاته بما يتضمنه من مجالات متنوعة وأساليب متعددة معنى هذا أن الفلسفة التقليدية إذا كانت ركزت على المعرفة بإعطاء المتعلم أكبر قدر منها فنجد أن الفلسفة التقدمية زادت في الاهتمام بالمتعلم بدلا من المعرفة ترجمة نانسي قنقر